إزاي بدأ الكون اللي بنعيش فيه؟ بيعتبر السؤال ده من أهم الأسئلة الأبادية والتاريخية اللي بيسألها الإنسان نفسه لما أدرك الكون من حوله هو فضول الإنسان البحث عن أصل كل شيء فمسلاً كل الواحد فينا بيفكر في أصله اللي بيبدأ من الأب والأم وبينتهي الأجداده ونفضل نرجع بالزمن حتى أجدادنا الأوائل أصحاب الحضرات الأولى ونرجع بالزمن أكتر وأكتر لحد ما نوصل للإنسان الأول وهو طبيعته بدور على إجابة لنفس السؤال عن أصل الكون الأمر الشمس النجوم النباتات من أغيرها من الحاجات المخيطة بينا وقت ما نوصل للسؤال إزاي بدأ الكون المحيط بينا نظرية الإنفجار العظيم من حوالي 13.8 مليار سنة بدأ كل شيء بندركه واللي مش بندركه بنقطة كسيفة متناهية الصغر شديدة الحرارة والكسافة وفي خلال جزء صغير جدا جدا من الثانية حصلها تدخل نفخة عظيمة وانفقار بسرعة لا يمكن تصورها لتصبح أكبر من حجمها الحقيق بمليارات المرات ويبدأ الكون بعدها في التمدد وتقل درجة حرارته خلال مليارات السنين مر خلالها بكتير من المراحل اللي هويتم أصبح بيئة مليانة بالمجرات والنجوم والكواكب والطاقة المظلمة والمخلوقات والبشر وغيرها من اللي اكتشفناه واللي غيره ما زال مجرور والغاز في هذا الكون الواسع وهو ده مضمون نظرية الانفجار العظيم اللي بتفسر نشأة الكون ومرحله المختلفة وأصبحت النظرية دي الأكتر سيوعا بين علماء الفيزياء والأقرب إلى الحقيقة خصوصا بعد ما تم رصد أول تاريخ ميلاد الكون من خلال الخلفية الإشاعية للكون أول أشعة انطلقت أثناء الانفجار الكوني تم اكتشافها بالصدفة عام 1964 بواسطة عالمين الفلك روبرت ويلسون وأرنو بينزي أس في معملهم بولاية نيوجيرسي الأمريكية وحصل العالمين على جهزة نوبل في الفيزياء في عام 1978 عن اكتشافهم لهذه الإشارة الكونية وكان تاريخها بيرجع لحوالي 13.8 مليار سنة هل تعلم أن تقريبا كلنا سمعها صوت الانفجار الكوني؟ معقول، إزاي؟ عارف لما بتقلب في تلفزيونك وديجي قناة ما فيهاش إرسال وفجأة تسمع صوت تشويش؟ ده مش عشان مفيش إشارة بس، ده عشان تكون بيسمعك صوته أيوة ده صوت الانفجار الكوني الأول بالرغم من أن رصد هذه الإشارة الكونية المكتشفة من قبل ويلسون وبينزي أس يعد إثبات عملي واضح على صحة نظرية الانفجار العظيم إلا أنه ده أظهر لغز جديد من ألغاز المحيرة لعلماء الفيزياء ملاقوش لها تفسير واضح عتى الآن وهي نظرية التضخم الكوني اللي بتفسر كتير من الظاهر الفيزيائي لكون لما كان عمره جزء صغير جدا جدا من الثانية معلومة خاصة جدا ومهمة تخيل بعد 13 مليار سنة عشان نعرف عمر الكون لحظة انفجار وكنا محتاجين اكتشاف اسمه الفيمتو ثانية تم اكتشافه سنة 1999 ميلاديا على إيد الدكتور أحمد زويل تخر الدكتور أحمد زويل نظام تصوير سريع جدا بيعمل باستخدام الليزر ليه قدرة على رصد حركة الجزئات عند انشقها وعند الاتحان بعضها ببعض والوحدة الزمنية اللي بتلتقط فيها الصورة دي هي الفيمتو ثانية وهي عبارة عن مليون مليار جزء من الثانية وعشان العلماء يقربوها لينا قالوا ان النسبة بين الثانية والفيمتو ثانية زي النسبة بين الثانية واللي 32 مليون سنة وبيقطع الدوق خلالها مسافة قدرها قطر الفيروس نظرية التضخم الكوني التضخم الكوني قدى لتولد تموجات كونية تسمى بموجات الجاذبية البدائية أو التضخمية وهي قدت لوجود شبكة افتراضية رسمها علماء الفلك من الزمان والمكان بعد ما ما كانش فيه زمان ولا مكان ومن المفترض ان التموجات دي بتصيب بصمة ذاته طبيعة فزيئية خاصة مع اول اكتشاف مصاحب ليها وهو الخلفية الاشععية لكون ويوفر رصد موجات الجاذبية معلومات كتير عن لحظة وقوع الانفجار ومحاولة فهم الحاضر وظاهره من خلال فهم البدايات زي ما هتساعدنا على التنبؤ بمستقبل الكون واذا كان فيه اكوان موازية وما نعرفش عنها واذا تكونت العناصر الاساسية البداية ودخلت في تكوين كل شيء حوالينا بمقادير دقيقة صحيح ازا تكونت العناصر الاساسية نفسها التخريق النووي في النجم الهائل المستعر الاعظم هو انفجار نجمي هائل بيقذف فيه النجم بغلافه في الفضاء عند نهاية عمره وده يؤدي لتكوين سحابة قروية حواليه النجم براقة جدا لكن اثناء مرحلة قبل الانفجار بتم عملية انتاج عناصر كميئية جديدة داخل المستعر الاعظم وبتحصل العملية دي في البداية نتيجة للتخليق النووي الانفجاري اثناء احتراق الاكسجين والسيليم منصار الهايدروجين والهيليوم ونتيجة للتفاعلات الانسهرية فبينتج عنها عناصر على سبيل المثال فقط زي الكابريت والكلور والسوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والتيتانيوم الإضافة لعناصر زروة الحديد زي الفانديوم والكروم والمانغنيز والحديد والنيكل وبيطلق على تلك العناصر اسم العناصر الاولية اللي تكونت داخل النجوم العملاقة رغم ان التموجات الكونية مهمة جدا في تأسيس وفهمينا ازاي تكون الكون لكن رصد الموجات اللي بتنتج عنها بيحتاج لتصميم تجربة عالية الكفاءة وزادة ضقة وحساسية عالية لرصد الموجات دي وحتى اللحظة الحالية بيحاول علماء الفلك الوصول لفصل ترددات المؤسرات الاخرى الموجودة بالفضاء اللي بتشوش على استقبال اشارات الموجات التضخمية فكل تردد بغاية في نتيجة وضقة معادلات الفلك عشان كده من المتوقع ان بيفتح قياس موجات الجاذبية بدقة ابواب جديدة في علوم الفيزياء وبما اننا تكلمنا عن موجات الجاذبية فايه هي الجاذبية اللي مع الموجات دي علاولي تبقى لنظرية النسبية فان كل جسم زو كتلة بيعمل تغيير بتمدد وتقلص في شكل خطوط المكان والزمان بالفضاء واطلقوا عليه اسم الزامكان وهو الفضاء بابعاده الاربعة الابعاد المكانية التلاتة اللي عارفينها الطول والعرض والارتفاع مضاف اليها الزمن كبعد رابع الفضاء ربع الابعاد اترسم في شكل نسيج او شبكة بتحمل كل شيء في هذا الكون وكل جسم مهما كان حجبه فمثلا بنشوف الكواكب بتدور في افلاق بقرية حوالين الشمس لكن من وجهة نظر النظرية النسبية بتعمل الشمس في ازا ما كان تقوص يشبه القمع او محروط يخلي الكوكب يدور حول الشمس داخل القمع الجاذبية وما يقدرش الكوكب الفرار خارج قمع الجاذبية بالنسبة للنظرية النسبية تخيل ان حسب النظرية فان حركة الارض حوالين الشمس بتنتج امواج ثقالية تعادل في طاقتها 200 الف واط تقريبا وهي طاقة صغيرة جدا دي المقارنة بطاقة الارض النشئة عن كتلتها وبشبه العلماء موجات الجاذبية بالتموجات اللي بتظهر على سطح بركة عند تحريك السطح برامية كتوبة ولو صغيرة التموجات دي ازا ما كان هي الاموات الجستقالية ام موجات الجاذبية التضخمية اطلق خيالك كده على الكم الهائل اللي بتعدي به الموجات التضخمية من مجرات ونجوم وكواكف الفضاء دي مش مجرد صورة ضوئية لنجم او مجرة دي عبارة عن موقع مجرتنا ضرب التبانة بالنسبة لباقي سلاسل مجرات الاقرب الينا فقط اسم بين سلاسل المجرات دي علماء الفلك اصار انتباههم وقلقهم مجموعة عنقيد مجرات هي الاقرب الينا اسمها الجاذب العظيم وهي جزء من سلسلة وعنقيد المجرات تسمى علمينا العنقود المجري نورما ويعتبر هذا العنقود اقرب عنقود فائقة الكتلة لمجراتنا ضرب التبانة وهو بيبعد عن حوالي 22 مليون سنة ضوئية بس السنة الضوئية هي المسافة اللي بيقطحها الضوء خلال سنة وهي بتساوي حوالي 10 تريليون كيلو متر رغم ان المسافة بتبان وكأنها بيفصل بيننا وبينهم حالم تاني لكن في حسابات الفضاء هو كأن واحد واقف جنب مجراتنا وقدت الكتلة الهائلة المتمركزة بجوار مجراتنا ضرب التبانة وما ترتب عليها من تأثيرات موجات جاذبية ثقالية الى اطلاق علماء الفلك عليها لاسم الجاذبة العظيم وده لانه بهيمن على مكان وجودنا في الكون لفت نظري اول من اشار الى نظرة الانفجار الكوني من 1443 عام تقريبا في كتاب سماوي انزل من 1443 عام تقريبا هو القرآن الكريم ذكر فيه بعد بسم الله الرحمن الرحيم اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت ردقا ففتقناهما واجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون الآية 30 واذا فتحنا المعجم العربي للكشف عن معنى كلمة ردق في اللغة العربية فهي تعني الالتحام وضم الشيء بعضه الى بعض فتقول العرب ردق الثوب اي صلاح فتقه وضم نسيجه بعضه الى بعض وعلى العكس منها كلمة ففتقناهما فيتعني الانفصال والانشقاء الخالق هو المتحدث بذاته العظيمة عن نظرية نشأة الكون وان المية ومكونها هو الاصل الاول للحياة وتعلمنا في المدارس ان مركب المية الكيميائي هو عبار عن زارة اكسجين مركزية بترتبط بها زارتين هيدروجين وهم دول اول عناصر التخليق النووي الانفجاري في النجوم الاولى ونتيجة لتفاعلها تكونت باقي العناصر الاساسية سبحان الخالق اللي اخبرنا بالنظرية الكونية اللي تم اكتشافها بسطفة عام 64 واللي اخبرنا بيها من اكتر من الف سنة سبحان الله اشتركوا في القناة